وانا بظن ان اتخاذ هذا القرار ثم الوصول الى قناعة كاملة لدى كل الاطراف العربية احنا بكلمان على الاردن وفلسطين ده من ضمن المواقف اللي اوت جدا حجم ودور مصر في انها تستطيع تبديل وجهات نظر اوروبية بل وتبديل وجهات نظر واشنطن وصلنا النهاردة لقمة القاهرة وهي القمة المصرية الاردنية وصلنا النهاردة الايه وصلنا النهاردة الى انه الرفض الكامل لوقف النشاط الاستطاني بصوا يا جماعة النشاط الاستطاني هو لب واساس وبيت الداء المستوطنين مبدئيا اللي بيجوا من اي بقع من بقاع العالم وبينزلوا في هذه المستوطنات الكيبوتزاد دي هم اردأ الانواع البشرية واكثرها تطرفا وتشددا دي واحد اتنين اذا وصلنا الى الوقف او وقف كامل للنشاط الاستطاني فعلا ده معناه ان احنا خدنا خطوة عملاقة في سبيل الحل لانه اولا هتتوقف الهجرات الداخلة ده واحد اتنين ده معناها هيتوقف الاستحواز او استتباع الاراضي او احتلالها او الاستلاء عليها ثلاثة ده هينشط المزيد وهو ده بدأ بالفعل هينشط المزيد من موجات الهجرة العكسية كان زمان الناس تهاجر الى هذه الارض والان اصبحت تهاجر من هذه الارض الى اوطانهم الاصلية او الى اوطان بديلة وبطلعوا المهجر وما الى ذلك هذا العدوان علشان يتوقف زي ما انا كنت بقول امبارح في نهاية الحلقة على الكل كل الاطراف الفلسطينية كل الاطراف العربية ان تتبنى الرؤية المصرية اللي بالمناسبة هي رؤية شديدة الوضوح رؤية بخطوات خارطة طريق جداول زمانية رؤية شديدة الوضوح اللي هيمشي ورانا هيكسب القضية الفلسطينية نحن لا نريد لا جزاء ولا شكورة شكرا احنا بنعمل ده لان دي مهمة وطنية تاريخية انسانية امنية للمنطقة بالكامل ملقا على عاطق جمهورية مصر العربية شاء العلي القدير ان من يحمل هذه المهمة في هذا التوقيت وفي هذا الزمن وهذا الرجل فخمت رئيس عبد الفتاح السيسي اده وقدود فاند